اذا حابب تشتري كوينز بأرخص الاسعار عندك موقع يو سيفن باي من اضمن وارخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم ولن تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم خمسة بالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ايروشتري جيرو معكم اليوم بمقطع جديد من سلسل التحديات الفوتو درافت اليوم يا جماعة نتحدي فوتو درافت مباراة بلجيكا وفرنسا مباراة جدا جدا قوية للفريقين بذكريات نص نهائي كأس العالم 2018 ويعتبر تقريبا على مستوى المنتخبات يعني من الاقوى بالعالم. طبعا في منتخبات ثانية اكيد قوية ولكن هدول يعني اذا نتحكي عن افضل خمس منتخبات بالعالم فهدول الاثنين لازم يكونوا موجودين. لا ترسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة ازا ما كنتوا ماشتركين. ننوصل للمقطع يا جماعة هذا فوق الاربين الف لايك. معرف صار لي فترة صحبة على الدرافتات بس هم حاول اني ارجع لكم. فطبعا اكتبوا لي توقعكم النتيجة تحت بالتعليقات والتوقعات صحيحة راح حاول اني اعطيها بعد نهاية المباراة. طب نطول كثير بالمقدمات خلونا نبدأ. يا رب يا رب يا رب. عملنا محاولة وبنص الجيم فصل. فصلت السيرفرات. اخ لما تكون تشكيلة رهيبة دائما بتروح. يا البداية الاسطورية. افضل هيرو موجود فيهم يا سلام. وفرنسي. ممتاز ممتاز. بداية حلوة. ان شاء الله انهم ما يخربوه علي. ويظلوا هيك مستمرين. واحد فاران. اه روميرو ممتاز. وطبعا ما في لا فرنسي ولا بلجيكي. فعادي بنقدر نختاره. يلا يلا حلو. حلو الوضع. حلو الوضع. فرنسي. اوه حكيمي حرام. حكيمي حرام يروح علي والله حرام. مخارنة بهذا ليك قديش اول منه حكيمي. اه ها طيب يلا ماشي. اول. التاني فرنسي. هلأ اخر شي ما بيطلع لي ولا بلجيكي. انا بعرف الحركات هاي بعرفها. اه بارترا يا حبيبي على السرعات. اوكي خلينا اخط بارترا. ما بعرف ليش بس اوكي. اوه. دييغو ميليتو. واو واو يا ميليتو. من امتى بدي يجربه ميليتو? من امتى? وبدأ اختاره صح? الحمد الله. الحمد الله تعالي ميليتو تعال. تعال تعال. حل جدا. ارجوك انه يطلعي لعب بلجيكي. بس انا بعرف الحركات هاي. اخر شي ما بيعطوني ولا لعب بالجيكي. مش هنشو مش هقطر اني ما لعب. يا العفن شو هاد? طيب خلينا نكمل بالدفاع. لان الدفاع يعني ها. لازم انه يتحسن شوي. ديفيز. الحمد لبقدر اختار ديفيز. ديفيز ما منبيشبك المشكلة يا الله. بديشبكوا مع كومن بس كيف? وعندك رجلون? اوكي. ازا هيك والله لازم اتفكر. طيب خلينا نضمن تناغم يعني بظم بيكون افضل شوي. ارجوك ارجوك. فاتي. ما بدي اجنح يا سهر. خلاص يا اخي عندي جينولة. بسم الله السيئة من اليمين. فوقبا يا رب. ممتاز. ممتاز. كلهم بدي اشبكوا مع ديفيز. كانت ما لا يعرفان ليه كلا طلعلي. كان ممكن. لو اني ملاعب ديفيز سيبي كان ها. كان افعل بس. جدا ممتاز. تعال. حلو حلو الشغل حلو. الار ام دائما سيء. دائما. ولا مرة طلعلي ار ام على الكلام. ما في ولا فرنسي ولا بلجيكي. اخر شي ما رح يطوني ولا لاعب بلجيكي. انا بعرف حركاتهم البيض لانه. يا رب. اوكي اوكي انا بدي جرب دي نتالي والله. ولكن شو طلعلي الدوم معه. ودي نتالي بيشبك ما مليته اخضر. ما عليش والله يا الدون. والله ما عليش بيودي اجرب دي نتالي والله. تعال. تعال. اذا طلعلي الدوم مهاجم. اوكي. ما عندي مشكلة. لا لا مو هاد. مو هاد. كل شي اللي هاد. كل شي اللي هاد. الله هياخدكن. اي واحد غيره. اي واحد. يخرب ببيت السرعة ولي. تسا وثلاثين. احمر. احمر السرعة. اوو. نوو. شباب. ما بيشبك يا اخي. بدنا شي يساعد التناغم. حتى الظاهير اللي مين هاد عم حاولي اعطي تناغم ما عم بقدر. ممكن ازبري كويتة يشبك مع روميرو. وبيشبك اخضر كمان مع ريجلون. بس انه بطيء يعني. بس عاد شو نساوي يعني. اخي شو تسا وثلاثين. في لعب بالحياة سرعته تسا وثلاثين. معقولين انتو. بالعربي بيشبك اخضر مع. قريتسكا. وبيشبك مع عدد الصهير. طيب تعال تعال. حلو. اهمشي التناغم شوية. انضبطه. بدنا حارس دوري انجليزي. ارجوك. ارجوك. في دوري انجليزي. ما في ولا واحد دوري انجليزي. يا الله يا الحراس البيت. طيب يلا هات هذا الحارس. يا رب يا رب يا رب. اعطوني اعطوني واحد هذا الجيرود شباب. او ماي جود. جيرود جيرود رح انجلت جلطة اللي بجيرود رح انجلت. او بل جيكي يا هزارد ويلكم. لا يا اخي بدي لعبه مكان. لا عادي جينولا فرنسي. خلص من لعبه من لعبه ار ام. من لعبه ار ام يا وحش. طيب هذا جينولا كيف بدي اقطيه عشرة لازم لازمه لاعب من الدوري الفرنسي يشبك معه. الماني يقوم. محمود داود هات صح? محمود اسموه ايوة. ممكن انه. بدي اشبكوا مع العابة الدوري الالماني. بدي اشبكوا مع مع اللي هو هزارد بس كيف ما بعرف. طيب على كل حال خليلنا اخده ممكن نزله توليسة مسلا. ولنا مضرب التناغم. يهو. بيرناتو كابا. كابا. ما رح يقدر لعب كابا المشكلة. بيرنات! انا عم مفكر في له انه بيشبك يا جماعة مع جينولا اخضر. وممكن يشبكوا مع ازيل كويتا ولا انا ما اخد لأخذناها ازيل كويتا. بس بدنا حارس دوري انجليزي. بدنا حارس دوري انجليزي لازم. ضروري جدا حارس دوري انجليزي. ضروري جدا حارس دولي انجليزي او انه فرنسي بالدولي الانجليزي يعني عادي يا الله ايوه طلعلي 81 ريت بيشبك لانه لازم ولا الدفاع ما في لا فرنسي حارس ولا بلجيكي اوكي بنقدر نختار هاد الحارس التناغم فرق 9 بس بالحارس والصراحة فكرة الفكرة هيبيض فرجع هيك مشان يوصل للتناغم هيك 90 يا رب يا رب كومان عندي يا اخي جينولا طيب لو اني اخذ هلأ ديفيس كان ممكن اني استفاد كتير من كومان طيب عاد كومان رح نشوف ممكن نلاقي له مكان تاني يا رب على الموكان فرنسي ممكن اخذ اي شي يا رجل ما فرقت اخر لاعب والله تشكيلة حلوة عندي عندي بليتو كمان انتوني ودافيد نيرس الاثنين اجلحة يمين والاثنين بايكس واثنين برزيليين فوق منها والاثنين عابسين بالصورة طيب خلينا ناخد اللي هو انتوني التشكيل لنار يا جماعة التشكيل لنار طلعلي على الال طلعلي بلجيكي يعني بالنهاية ورح يلعب اساسي فانا موافق ما عندي مشكل اهم شي بالنهاية طلعلي للاعب بلجيكي وممكن اني عمل هيك يعني شوفوا هاي الفكرة يعني جينولا بياخد ستة بس بيزود لهذا اللاعب وممكن كمان بالمرة بترجع وتنزل اللي هو ريجلون يعني هاي فكرة كمان جيدة ممكن تكون بنحاول نضبط التناغم بحس انه نوصل يعني على التناغم بس التشكيلة جدا حلوة في كومان كمان فرنسي فممكن ان نزله يعني ممكن نصيره خمس اللاعبة مثلا فرنسيين او شي وعندي دي نتالي طرب الطاقات الاسطورية جدا والرجل اللي ما بترحم بدي يشوف بقى دي نتالي كيف جوا الملعب عطينا بطاقة ديد اي فخلينا ناخد مدرب بدنا مدرب كجنسية فرنسي يعني كتير رح يساعدني ماشي ممتاز بيزودني الاثنين بالتناغم بصير اربعة وتسعين ماشي التشكيلة حلوة وعندي ثلاثة هيروس كل واحد اقوى من الثاني فميليتو بدي يحاول ممكن نزله مثلا مكان دي نتالي بالشوت الثاني يعني نجرب هذا الشوت وهذا الشوت نشوف اوكي عنده جينولا هو كمان دفاعه عادي خلينا نكون متفقين انه دفاعه جدا عادي فمفروض بسألة التسجيل ما تكون مستحيلة طيب رح ننزل كومان استي واللي هو كام واللي سي اف لانه الصراحة جيرو والله لا يحتمل يا جماعة ان جدا ان جد لا يحتمل فعندي ميليتو لازم اني نزل رح حاول اني يعطي فرصة مثلا بالشوت الثاني وهيك التشكيلة جدا حلوة دي نتالي بيودي كتير ان يجربه وتوليسه هذا كمان يعني ما له افضل من كومان من جيرو بس انه شو ساوي يعني عاد يعيني يا جيرو اعطي لدي نتالي يعطيlebدي نتالي ينتالي عليكا دي نتالي يروح ايدي نتالي يروح انا انا التيس انا التيس اللي بدي يشوت بزاوية الحارس جينولا طبعا ما جربتو طيب ليش ما بتلعب جينولا ياخي لعب جينولا كان كام ولعب كومان جناح ايوا هيك افضل يا جماعة اي هي لك جينولا هاد اطاقتم الحرام 있� لعب جناح يا رجال 5-5 ما تعطيها له وجناح يا ناتالي على السلطر الأن، وأبداً. تحركت هذه الزجاج من الزجاج وحدها الق Lang� chasing. ضمن الوصول دي ناتالي! ضمن الوصول دي ناتالي! لا اوالسك! كل هذا أسائل قد يمنع بسبق��ات integral من البداية. الله يتصدي الله عليك حارس الله عليك جينولا 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 خمسة 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 ليش هيك ملو خفيف معي يا رجل مع الخصم خف الريشة عم يمشي او ماي جود ملو خفيف بزيادة معي مدري ليه يمكن مع الخصم معه انجن مسلا او شي يا عيني رجلون طيب خلص نحاول نسجل من غير فلسفة زيادة ماشي لل menghiato يا ديناتالي اتموارoli يا اخي هو او 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 اي هو او ا aver عم يلقي ليش تسجل في نے تحرك موجود تسديد موجود كلش في military يмент Приدا Try اليلا يجينول حقد Number ام اعرف تحدي عن بلجيكا و فرنسا ولكن او ديناتالي او اخي شو صحي انا شو صحي ديناتال Charge يسو؟ روح. يلا يدي نتالي. نقولي الهاترك يا دي نتالي ولا شو؟ مهمني بس هاترك ولا شو؟ جينولا 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 من برا من برا يا جين... يا أخي شو هاش انا وسقط فيه بزيادة هاد؟ يا السلام مرتدي مرتدي جينولا جينولا ياه دي نتالي يعني هي هاترك هي هاترك يا دي نتالي هاتريك روح روح خرب بيت القوة خرب بيت القوة على وين على وين اسبيني قويتا على الارت حزور ياخي سجله هيك طيب هو بي اليورو ياخي جينولا ليش هيك لك دي نتالي أول منه حاصو لن يجب أن يكون الوقت الوقت لا بليز بليز يحارس مرشيال يا مرشيال على الضحك انا متقدم ضحك كتير انت يا مرشيال يا اخي انا ضيعت كتير كمان اعتمدت على دي نتالي وجينولا سحبت عليه سحبه المفروض انه دي نتالي جرب لعبه بالكام لانه جينولا خمسة خمسة فبينفع اكتر روح روح يا جينولا ماذا بضيعت اجي ادعسك ها ايه جينولا الهدف الاول لجينولا ما عندي فكرة المشكلة انه اللعب اول مرة بجربو لنتالي يعني اقول على ايل جربته قبل بمرة يعني صاح انه من كزا سنة بس يعني انا ابتداء الانه ملاحظ يركي ها ساقمد علي المصابر لنضيف ايه جينولا اتواج الارده يمكن ان 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 انAAAA احذي سريع هنا لنه او اقل مع كم ها اتواج الاستراد ان 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 اغنقك ادعس هيا! هيا! يتركب بطريق حانيا! هيا! يتركب بطريق حانيا! هل يقعون بطريقية يخيرنا؟ ليون وراءة! الخارجة! يتركب بطريق! هيا! توليسو! هيا! هيا! ويجب أن يأتي من الخلف لقد أخذ البقر من خلال الحارة للدخل. سوف يفعل النتائي الوصول على كل شيء. كورانتين تونيسو. يجب أن تجربتها. يجب أن تجربتها. يجب أن تجربتها. السحر مادة. كورانتين تونيسو. ومتعر إليها. السحر مادة. هذا مقبل. مطبيعي مطبيعي نزل لي الهاتريك بس من ديناتالي لك والله انه قوي بس هاد الحرس ما معرفش يصر له فكره كريستيانا رونالدو ضد بورتو والله ما معرفش هو خطر على باله الخصم هات هات بس ديناتالي هات هات فول هات انا بدي الفول اصلا ديناتالي سوبر هاتريك ديناتالي اذا جي نولا بيشوت فولات رح شوته فيه و الله حلو بس ديناتالي كتير عالي الفولات عنده خليه خليه جن كمان اوماي جاود ياريتني شايت مباشرة ونخلص عطي عطي واحدة مربع طيره مربع ثاني ما بدا ما بدا ما بدا لصا ايزي ايزي ايوه لا يا جينولا الثاني يا جينولا الثاني يا جينولا يا اخي خلص تعرقل سوف يتم ترى احد هنا اوه 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 ايزي اصلا ليه 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 ماذا نفعل يا ساتر يلجول ياساتر يلجول روائان ارف يا جماعة شكله لا والله اولى مكمل جينولا الثاني ازايت لك يا أخي بدي لحي يحط لها تريك الله هياخذ من الشغلة لك اوه موه موه تكل لا تتوفى الله ما ضل وقت والله والله دين ستة واحية والله مبررة رهيبة مبررة رهيبة يا أخي يا أخي يا الله دي نتالي متعة متعة هاللعب والله متعة شوفت دي نتالي عشرة وجينولا عشرة دي نتالي تلت قول وأسستين وجينولا قولين وأسست هازرد صنع قول يعني يعتبر كلهم شاركوا سواء الفرنسيين طلع فيك تصنف أوكي ما لدي ريان بهالشي ممتاز ليك هيك تصنيف من الأفضل للأسوأ يعني بتقدر تقول شكرا لكم على متابعة المقطع هيك نقدر نقول وصل للنهاية لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ازا ما كنتم اشتركين بدنا نوصل لهذا المقطع فهو الأربعين الف لايك كتبولي توقعكم للنتيجة تحت بالطليقات وان شاء الله تكونوا مبسطوا واستمتعتوا بالمقطع انا بعرف بدل ما يكون تحدي فرنسا وبلجيكا قلب تحدي دي نتالي بس انا شو ساوي اللاعب اول مرة بيطلالي ولازم نجربه يا جماعة متعة متعة مطبيعية هذا اللاعب ازا بقدر جيبه بالطريق العالمية ما راح قوله بسعره كتير غالي للأسف يعني شكرا لكم على متابعة ان شاء الله تكونوا ببسطوا بالمقطع واستمتعتوا بس هذلك عندي اليوم في يمان الله اشتركوا في القناة